الواحد والستون هو الرقم الذي تمتلكه المبلكة في أرصدتها الإنسانية بفصلها لواحد وستين تواما سياميا والتي انطلقت منذ أربعة وثلاثين عاما شرف إنساني المملكة تميزت بهذا المسار الإنساني في مجال فصل التوائم الملتسقة حيث يعد من المجالات الرائدة التي أحرزت فيها تقدما واضحا وملموسا إذ نالت إشادات عالمية من قبل الدول والمنظمات ذات العلاقة لتصبح وجهة الأمل والعطاء لحالات التوائم السيامية في العالم حيث جسدت أروع الأمثلة في تلبية نداءات أهالي التوائم والتخفيف من معاناتهم البداية وليست النهاية كانت مع السيامي السوداني سماح وهبه والتي أجريت قبل أربعة وثلاثين عاما وقبل أيام استضافت التوائم السيامي البوركيني امتدادا للعمليات السابقة المملكة حملت في طياتها قصصا ومشاهد إنسانية وثقتها وسائل الإعلام التي تنقل فرحة الأهالي بنجاح عمليات أبنائهم على يد طواقم سعودية عملوا لساعة متواصلة ليظفر مرضاهم بحياة صحية ومستقرة دور إنساني امتدادا لدور المملكة الإنساني ورسالتها العالمية في المساهمة بفصل التوائم السيامية توج هذا المسار باعتماد الرابع والعشرين من نوفمبر يوما عالميا للتوائم الملتسقة من قبل الأمم المتحدة مساعدة الإنسان دون شرط أو قيد المملكة لا تفرق بين عرق أو دين وتهدف دوما لتحقيق رسالتها السامية وهي الإنسان أولا ولند